في العراق نظام سياسي بني على عدة ركائز الاحتلال والمحاصصة والارتهان للإرادة الخارجية كلها كانت عنوين بارزة طبعت ذلك النظام الذي استبغى بصبغة طائفية تجسدت في أحزاب ومرجعيات دينية أخذت على عاتقها شرعنت ما تراه مناسبا لمصالحها ليصل العراق إلى ما وصل إليه اليوم مرجعية النجف الراعي الرسمي للعملية السياسية في العراق دابت بين مدة وأخرى على انتقاد الواقع في البلاد دون أن تتخذ موقفا يتناسب مع حجم الدور الضخم الذي يقال أنها تتمتع به لسيما في محافظات الجنوب آخر تلك الانتقادات كانت موجهة لحكومة عادل عبد المهدي وجاءت لاذعة جدا حيث اتهم ممثل المرجعية في كربلاء أحمد الصافي المسؤولين بعدم الجدية في مكافحة الفساد متسائلا عن مصير أموال البلاد المهولة والمرعبة واعترف بأن العراقيين يشعرون بالحيف والظلم مما يجري الصافي في خطبته لم يذكر أي اسم من أقطاب العملية السياسية الفاسدة واكتفى بذكر أوصاف عامة لم تعد خافية على أحد ساردا بحديث إنشائي أوضاع البلد الذي عمه الدمار والخراب منذ أول يوم انطلقت فيه العملية السياسية مرورا بالانتخابات والدستور وصولا إلى فتوى المرجعية بالجهاد الكفاء التي تشكلت على إثرها ميليشيات الحجد لتزيد من أعداد الوحوش المفترسة في غابة الصراع السياسي الذي يذهب الشعب الأعزل فريسة له وأكد أن المرجعية الدينية تعجز عن الرد على تساؤلات العراقيين التي تكشف عن الأوضاع المزرية التي يعانونها الرد على تساؤلات المرجعية الغريبة جاء هذه المرة من داخل المنظومة التابعة لها من بينها تصريحات للقيادي في المجلس الأعلى حسن سلمان اتهم فيها أحمد الصافي بتقاضي راتب نائب وأكد أن المرجعية الشيعية تناقض نفسها سيد أحمد صافي ممثل المرجعية في كربلاء أنت مو عضو مجلس وطني أنت مو تتقاضي راتب نائب وعندك امتيازات نائب هسا قعدت شفت الامتيازات مو زينة صار لك عشر سنين أنت من أيام الجمعية الوطنية هسا طلع الدستور مو زين وأنت أحد من كتب الدستور أليست المرجعية الشيعية هي من دعتنا أن نذهب إلى الاستفتاع على الدستور وخرجنا 12 مليون إنسان هسا طلع الدستور مو زين أرقام الفساد والهدر الفلكية لم تحرك المرجعيات بمختلف مسمياتها بوقف نزيف الثروات بعد نزيف الدماء والعقول الذي حل ببلاد الرافدين وعندما تحرك الشعب رافضا كل ما حصل لم تكن المرجعية على مستوى الحدث فاتخذت موقفا صامتا أو مؤيدا لأحزاب السلطة إذا احتجاجات الشعب الذي صار مؤمنا بأن عبارات التأسف وخطابات الشجب لم تعد كافية وصار لزاما أن تزاح كل هذه الطبقة السياسية وداعموها مهما تضخمت عنوينهم ومسمياتهم